اشتركوا في القناة يقول ابن المقفع باذا وهي اداة شرط غير جازمة ويسميها النحاة ظرف خافض لشرطه منصوب بجوابه ظرف خافض لشرطه يعني ان الظرف دائما ما يأتي بعده مضاف اليه وهذا يعني انه اذا اتى بعد الظرف جملة فهذه الجملة لا بد ان تكون في محل جر مضاف اليه وهي هنا جملة رأيت رجلا يحدث حديثا والتي هي جملة الشرط فهذا معنى قول النحاة اذا ظرفية خافضة لشرطها واما منصوبة بجوابها معناها ان فعل الجواب وهو هنا تشاركه فعل ينصب الظرف يبقى اذا ظرف خافض لشرطه منصوب بجوابه وهو اداة شرط غير جازمة نيجي بعد كده ليه رأيت رأيت مكونة من فعل مبني على السكون لاتصاليه بتاء الفاعل فعل ماض مبني على السكون لاتصاليه بتاء الفاعل واما هذه التاء فكما قلنا هي تاء الفاعل ولذلك لا يمكن ان نقول ان الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره انت الفاعل هنا ضمير بارز وليس مستترا وهو تاء الفاعل طيب اين المفعول به رجلا اذا رأيت رجلا طيب حلو المفعول به هل هو مفعول به واحد ام اثنان هنا سنقول ان رأى نوعان رأى بصرية ورأى قلبية رأى البصرية تنصب مفعولا واحدا ورأى القلبية او العلمية والتي هي من اخوات ظن تنصب مفعولين الفرق بينهما في المعنى ان رأى البصرية تصور المشهد امامك انت ترىه بعينيه اما رأى القلبية فهي علم الانسان بشيء ما كما في قول الشاعر رأيت الله اكبر كل شيء محاولة واكثرهم جنودا لكن رأى هنا رأى بصرية اي انها ستنصب مفعولا واحدا وهو رجلا لكن ما موقع هذه الجملة التي اتت بعد رجلا يحدث حديثا قد علمته هذه الجملة اتت بعد نكرة وهي كلمة رجلا ونحن نحفظ قاعدة تقول الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال ولذلك لابد ان تكون هذه الجملة يحدث حديثا قد علمته في محل نصب نعت لكلمة رجلا نأتي بعد ذلك الى هذه الجملة من الداخل يحدث حديثا قد علمته يحدث حديثا عندنا فعل مطارع مرفوع بالضمة وعندنا فعل مستتر تقديره هو عائد على رجل ثم عندنا كلمة حديثا السؤال هنا هل كلمة حديثا مفعول به ام مفعول مطلق الفعل حدث على وزن فعالة المصدر منه كلمة تحديث على وزن فعالة تفعيلا حدث تحديثا إن كان المقصود هنا حدث تحديثا فهذا يعني أن كلمة تحديث مفعول مطلق لأنها تشير إلى الحدث نفسه لكن المعنى المقصود هنا يحدث حديثا لا تشير إلى الحدث نفسه لا تشير إلى فعل التحديث ولكنها تشير إلى الشيء المحدث به الحديث ولذلك لا يمكن هنا أن نقول إن كلمة حديث مفعول مطلق ليحدث لأن المفعول المطلق يأتي للتأكيد وكلمة حديثا هنا ليست تأكيدا ولكنها اسم لما يتحدث به طيب نخلص من كل هذا أن كلمة حديثا تعرب مفعولا به قد علمته قد طبعا أداة توكيد حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب علمته فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل وطبعا التأهنة الفاعل ضمير مبني على الفتح في محل رفع وأما الهاء فهي ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به أعربنا الجملة جزءا جزءا والآن نريد أن نعرف موقع هذه الجملة من الإعراب نفس القاعدة التي طبقناها في هذه الجملة وهي يحدث حديثا سنطبقها على هذه الجملة قد علمته ما القاعدة الجمل بعد النكرات الصفات وبعد المعارف أحوال إذن جملة قد علمته هذه الجملة في محل نصب نعتي لكلمات حديثا أو يخبر خبرا طبعا معطفة على يحدث حديثا وقد سمعته يعني نفس الأعراب تماما يحدث حديثا قد علمته أو يخبر خبرا قد سمعته جملة معطفة في محل نصب لأن جملة يحدث حديثا في محل نصب ولذلك ستكون يخبر خبرا أيضا جملة في محل نصب معطفة على الجملة السابقة فلا تشاركه فيه هذه الفاء هي فاء الجواب أو فاء الجزاء لأن الجملة هنا جملة شرطية مبدوئة بإذا أداة شرط غير جازمة فلا تشاركه هذا نهي طيب لنهي ماذا تفعل في الفعل المضارع تجزمه فلا تشاركه فعل المضارع مجزوم بلا أنهيه وعلامة جزمه السكون طيب أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والهاء بالطبع ضمير مبني في محل نصب مفعول به فلا تشاركه فيه الجر المجرور متعلق بالفعل تشارك ولا تتعقبه عليه هذه الجملة فلا تشاركه فيه لا محل لها من الإعراب لأنها جملة جواب الشرط غير الجازم وكذلك ولا تتعقبه عليه معطوفة عليها وطبعا هي نفس الإعراب تماما ومن ناحية المحل لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة فلا تشاركه فيه وهي لا محل لها من الإعراب حرصا على أن يعلم الناس أنك قد علمته حرصا ستعرب مفعولا لأجله لأنها تبين السبب حرصا على أن يعلم الناس حرصا على حرف جر وما يأتي بعد حرف الجر بالطبع سيكون في محل جر وعندنا هنا أن يعلم الناس أن زائد الفعل المضارع كما نعلم مصدر مؤول بمعنى علم حرصا على أن يعلم الناس يعني حرصا على علم الناس ولذلك أن يعلم ستكون مصدر مؤول في محل الجر بعد حرف الجر حرصا على أن يعلم الناس أنك الناس فاعل علم وعلم كما تعلمون أيضا من أخوات ظنة وأخوات ظنة تنصب مفعولين فأين هما المفعولان ليس شرطا أن يكون هناك مفعولان قد تأتي أن وسمها وخبرها لتنوبى عن مفعول ظنة وبالتالي نحن هنا سنقول أن وسمها وهو الكاف كضمير في محل النصب وقد علمته اللي هي الجملة الخبرية أو جملة الخبر لأن كل هذا سيحل محل مفعول يظن أنك قد علمته فإن في ذلك إن في ذلك أتى بعدها شبه الجملة ولذلك نتوقع أن شبه الجملة هذه ستكون خبرا مقدما فإن في ذلك خفة خفة بالطبع ستكون اسم إن المؤخر وشحا وسوء أدب وسخفا كل هذه معطوفات على اسم إن وهو خفة ننتقل للجانب الصرفي نعلم أن الصرف يهتم بشيئين الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة وهنا نحن سنركز على بعض الأسماء وبعض الأفعال يعني مثلا في جانب الأفعال سنجد الفعل يحدث والفعل يخبر والفعل يشارك هذه الأفعال الثلاثة أفعال رباعية في حالة المضارع يعني نفهم من ذلك أن حرف المضارعة في هذه الأفعال الثلاثة هو حرف مضموم لأنها أفعال رباعية الماضي منها حدث أخبر شارك على أوزان مختلفة وهي الأوزان الثلاثة التي يأتي عليها الفعل الرباعي في اللغة العربية فعال حدث أخبر على وزن أفعال شارك على وزن فعال ولا تتعقبه تعقب على وزن تفعال فعل خماسي على وزن تفعال وبالطبع نجد أن حرف المضارعة هنا مفتوح لأن القاعدة تقول أن حرف المضارعة يضم فقط مع الفعل الرباعي يعلم طبعا يعلم من علم علم يعلم على وزن فعلا يفعل يعني من باب فارح يفرح ننتقل إلى بعض الأسماء سنصادف هنا كلمة حديثا وكلمة حديثا تعد اسما ولا تعد مصدرا ومثلها تماما كلمة خبر عندنا أيضا كلمة حرص لكن كلمة حرص ليست اسما بل هي مصدر وهي طبعا هنا كما قلنا تعرب مفعولا لأجله بقي عندنا بعض المصادر مثل خفة وشحة وسوء أدب وسخفة كل هذه المصادر مصادر أتت من أفعال خفة وشحة وساءة وأدبة وسخفة طيب ننتقل إلى الفقرة الثانية والتي تقول تحرز من سكر السلطة وسكر المال وسكر العلم وسكر المنزلة وسكر الشباب فإنه ليس من شيء إلا وهو ريح جنة تسلب العقل وتذهب الوقارة وتصرف القلب والسمع والبصر واللسان عن المنافع في هذه الفقرة يعني ربما نود أن نرتب أفكارنا الأعرابية قليلا يعني لنبتدئ مثلا بتحديد الجملة من بدايتها إلى نهايتها ثم بعد ذلك بعد أن نحدد الجملة نحدد نوعها يعني هل هي اسمية أم فعلية ثم بعد ذلك نحدد أركان هذه الجملة يعني الخبر مع المبتدأ والفعل والفعل والمفعول والأشياء الأخرى التي نسميها المتممات لنبدأ الجملة تبتدئ بتحرز من سكر السلطة وسكر المال وسكر العلم وسكر المنزلة وسكر الشباب هذه هي الجملة تبتدئ أو الأول خلينا نشوف نوع الجملة هي جملة فعلية تبتدئ بفعل الجملة الفعلية هي الجملة التي تبتدئ بفعل والجملة الإسمية هي الجملة التي تبتدأ باسم مرفوع يعني هل الجملة الفعلية فقط تبتدأ بفعل؟ لا يمكن أن تبتدأ الجملة الفعلية بفعل أو اسم منصوب أما الجملة الإسمية فلا تبتدأ إلا باسم مرفوع وهذا الاسم المرفوع قد يكون مبتدأ وقد يكون خبرا على كل حال الجملة هنا تبتدأ بفعل أمر مبني على السكون لأن فعل الأمر يبني على السكون تحرز أين الفاعل؟ الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنت وطبعا تعلمون أن الضمير هنا يستتر وجوبا إذا كان الفعل فعل أمر فإن ضمير الخطاب يستتر وجوبا تحرز من سكر السلطة عندنا هنا جر ومجر ومضاف إليه وسكر المال وسكر العلم وسكر المنزلة وسكر الشباب كل هذه معطوفات وهي تراكيب إضافية يعني سكر المال مضاف ومضاف إليه سكر العلم مثلها وكذلك سكر المنزلة وسكر الشباب فإنه ليس من شيء إلا وهو ريح جنة تسلب العقل الفاء هنا معناها التعليل فإنه ليس من شيء إن حرف ناسخ والهاء اسم إن غمير مبني على الضم في محال نصب ليس من شيء إلا وهو ريح جنة تسلب العقل هذه هي الجملة فإنه ليس من شيء إلا وهو ريح جنة تسلب العقل جملة ليس من شيء إلا وهو ريح جنة تسلب العقل هذا هو الخبر الذي تمم معنى المبتدأ أو اسم إن فإنه ليس من شيء إلا وهو ريح جنة تسلب العقل جملة في محل رفع خبر إن طيب ندخل الآن إلى الجملة من الداخل ليس هنا من أخوات كانة أي أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر أين المبتدأ؟ المبتدأ هنا هو كلمة الشيء لكنها أتت مجرورة ونحن نعلم أن اسم ليس يكون مرفوعا فلماذا جاء هنا مجرورا؟ جاء مجرورا بسبب من التي يعرف غر ومن هنا زائدة لأنك يمكن أن تحذفها ويكون المعنى صحيحا كما إذا قلت فإنه ليس شيء إلا وهو ريح جنة كذا 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 طيب إذن شيء هنا مجرورا لفظا مرفوعة محلا يعني هذا المكان مكان رفع إذا جاءت فيه كلمة لابد أن ترفع لكن اشتغل المحل هنا طبعا المقصود بالمحل هنا اللي هو حرف الأعراب آخر حرف في الكلمة وهو الهامزة اشتغل المحل هنا بحركة حرف الجر الزائد حركة حرف الجر الزائد يعني الكسر لأن حرف الجر يجلب الكسرة إلى الكلمة فهذه الهامزة التي هي المحل هنا أو محل الأعراب أو مكانه بماذا تحركت بالكسرة بسبب حرف الجر؟ وهذا معنى قولهم اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد إذن كلمة شيء اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة ولماذا قدرت لاشتغال المحل وهو الهامزة بحركة حرف الجر الزائد وهي الكسرة فإنه ليس من شيء طبعا هذا أسلوب استثناء وإلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب إلا وهو نحن نبحث الآن عن ماذا؟ نبحث عن خبر ليس إلا وهو ريح جنة تسلب العقل أين خبر ليس؟ هل يمكن أن يأتي الخبر جملة؟ طبعا يمكن أن يأتي مفردا وجملة وشبه جملة ولذلك هو ريح جنة هذه هي الخبر خبر جملة اسمية بإذن خبر ليس هو ريح جنة تسلب العقل هو ريح جنة هو مبتدأ وريح خبر وجنة مضاف إليه وتسلب العقل جملة في محل رفع نعت لكلمة ريح لماذا قلنا هي في محل رفع نعت؟ لأن كلمة ريح وهي المنعوت لم تكتسب التعريف من كلمة جنة لأن المضاف إليه ليس معرفا ولذلك لا يكسب التعريف لكلمة ريح إذن تظل كلمة ريح كلمة نكرة والجملة تسلب العقل جاءت بعد نكرة والقاعدة تقول الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات فهنا كلمة ريح صفة وجاء بعدها جملة تسلب العقل ولذلك ستكون هذه الجملة في محل رفع نعت الآن نحن قلنا إن الجملة هو ريح جنة تسلب العقل في محل نصب خبر ليس وهذه الواو التي قبل هو ماذا نسميها؟ هناك من يقول إن هذه الواو زائدة أو أن هذه الواو تفيد التوكيد أو شدة التصاق الخبر بالمبتدأ وهناك من يقول إن هذه الواو واو الحال وبناء على هذا الأمر سنقول إن هذه الجملة جملة حالية حلت محل خبر ليس إذن إما أن نقول هي خبر ليس والواو للتأكيد أو أنها واو حالية وهذه الجملة الحالية الآتية بعدها تنوب عن خبر ليس أما جملة وتذهب الوقار فهي معطوفة على تسلب العقل في محل رفع مثلها وكذلك تصرف القلب والسمع والبصر واللسان عن المنافع كذلك أيضا هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها وبالطبع كلمة الوقار وكلمة القلب يعرباني مفعولا به والفاعل ضمير مستتر تقديره هي عائد على ريح طيب هذا بالنسبة لي الجانب النحوي هل هناك أمور صرفية نود أن نتحدث عنها؟ في الحقيقة نحن نريد أن نتوقف عند الفعل تذهب لنذكر أن الفعل الرباعي يكون مضموم حرف المضارعة حرف المضارعة فيه يكون مضموما ولذلك الماضي من الفعل تذهب هو أذهب تسلب هذا فعل ثلاثي لأن حرف المضارعة مفتوح ولذلك الماضي منه سلبا تصرف القلب هذا أيضا فعل ثلاثي لأن حرف المضارعة مفتوح صارافا طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التي تليها لا تعتذرن إلا إلى من يحب أن يجد لك عذر ولا تستعينن إلا بمن يحب أن يظهر لك بحاجتك ولا تحدثن إلا من يرى حديثك مغنما ما لم يغلبك للطرار لا هنا لا تعتذرن لا ناهية لأنها تفيد النهي تعتذرن عندنا هنا جاء الفعل تعتذر زائد نون التوكيد الثقيلة نون التوكيد الثقيلة هي نون عليها شدة وفتحة وإذا جاءت نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة ودخلت على الفعل المضارع فإنه يبنى على الفتح وطبعا الفعل المضارع ربما نعلم أنه يبنى على الفتح في حالتين الحالة الأولى هي اتصاله بنون النسوة يبنى على السكون حينها وإذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى على الفتح طيب لو أردنا أن نأخذ مثالا من القرآن جمع فيه نون التوكيد الخفيفة والثقيلة معا سنجد قوله تعالى لا يسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة طبعا نون التوكيد الخفيفة هي نون ساكنة بعكس نون التوكيد الثقيلة التي هي مشددة بالفتح طيب بالنسبة لنون النسوة كيف تأتي مثال ذلك في القرآن الكريم وقلنا قولا معروفة لكن هذا فعل أمر أما بالنسبة للفعل المضارع والوالدات يرضعن أولادهن يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة نرجع إلى الفقرة التي أمامنا الفعل تعتذرن مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد السقيلة إلا إلى من يحب أن يجد لك عذرا أين الفاعل للفعل تعتذر؟ الفاعل هو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت إلا لا تعتذرن إلا إلا آدات استثناء حرف مبني لا محل له من الإعراب إلى حرف غر مبني لا محل له من الإعراب من اسم موصول مبني على السكون في محل غر؟ يحب أن يجد لك عذرا يحب أن يجد لك عذرا هذه الجملة جاءت بعد الاسم الموصول ومعنى ذلك أنه لا محل لها من الإعراب لكن إذا أردنا أن ندخل إلى الجملة من الداخل سنقول يحب فعل مضارع مرفوع وعلم ترفعه الضم وأن يجد لك عذرا هذه العبارة أن يجد لك عذرا هي المفعول به كيف ذلك؟ أولا نعرف أن الفاعل هو ضمير مستر تقديره هو إلا من يحب هو أين المفعول به؟ هو المصدر المؤول من أن زائد الفعل المضارع بعده أن يجد مصدر مؤول يعني مصدر مفسر مفسر بماذا؟ مفسر بمصدر صريح المصدر الصريح هنا هو وجود إلا من يحب وجود عذر لك هذا أصل الجملة أن يجد لك عذرا أيضا يجد فعل يتطلب فاعلا وهذا الفعل ضمير مستر تقديره هو وعذرا مفعول به يجد هو عذرا لك وَلَا تَسْتَعِينَنَّ إِلَّا بِمَنْ يُحِبُّ أَنْ يَظْفَرَ لَكَ بحاجتك هذه معطوفة على الجملة السابقة لا محل لا من الأعراب طبعا لأنها معطوفة على جملة ابتدائية والجملة الابتدائية لا محل لها من الأعراب أما أعراب ولا تستعينن إلا بمن يحب أن يظفر لك بحاجتك فهي مثل التي قبلها ولا تحدثن إلا من يرى حديثك مغنما مثل التي قبلها ولكن لنقف قليلا عند يرى حديثك مغنما يرى هنا هل هي رأى بصرية أم قلبية الرؤية هنا هي الرأي يعني العلم يرى حديثك مغنما ولذلك سنقول حديثك مفعول به أول ومغنما مفعول به ثاني لأن رأى هنا قلبية يعني تفيد العلم رأى قلبية من أخوات ظنة وأخوات ظنة تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أي أن الجملة كانت حديثك مغنما ثم دخلت عليها رأى فجعلت المبتدأ والخبر مفعولين لها ما لم يغلبك للطرار لم هنا أداة جزم تجزم الفعل المضارع وهو يغلبك مجزوم بالسكون والكاف بالطبع دائما إذا اتصلت بالفعل تكون مفعولا به والطرار فاعل لأن الاطرار هو الذي يغلبك والآن ننطلق إلى الأفعال لنرى ماذا سنستخرج منها تعتذرن اعتذر على وزن افتعل والمدة المعقمية لها عذر يحب فعل رباعي الماضي منه أحب والمصدر احباب احب يحب احبابا على وزن أفعال يفعل استعان ي diseعين استعانا ولا تستعين على وزن استفعال يستفعل استفعال او هنا استفالة يحب أن يظفر لك بحاجتك الفعل يظفر على وزن يفعل والماضي منه ظافر ظافر يظفر على وزن فعل يفعل يعني من باب فرح يفرحه ولا تحدثن الفعل حدث كما قلنا مضارعه يحدث تحديثا على وزن فعلى يفاعل تفعيلا يرى كان أصلها يرأى على وزن يفعل ثم حزفت عين الفعل فأصبحت يرى أي أن هذه الكلمة على وزن يفل مغنما هذه الكلمة نقول عنها إنها مصدر ميمي والمصدر الميمي هو المصدر الذي يبدأ بميم زائدة لم يغلبك الاضطرار الاضطرار على وزن افتعال والمادة المعجمية ضار راع يعني أن الطاء كانت تاء في البداية ثم تحولت إلى طاء في عملية صرفية يسمونها الإبدال لكي تتناسب الطاء مع الضاد صوتيا كي يكون هناك حرف مفخم بجوار حرف آخر مفخم ننتقل إلى الفقرة التي تليها وإذا اعتذر إليك معتذر إذا طبعا أداد شرط غير جازمة وبعدها جملة الشرط اعتذر إليك معتذر معتذر فاعل هو الذي قام بالاعتذار وجملة الشرط هنا في محل جر مضاف إليه لأن إذا ظرف كما قلنا من قبل خافض لشرطه يعني يجر الشرط يجر جملة الشرط منصوب بجوابه يعني فعل الجواب هو السبب في نصب هذا الظرف الذي هو هنا تلقه والفاء هنا فا تلقه فاء الجواب أو الجزاء أما الفعل تلقه فهو فعل معتل الآخر تلقى وهو فعل أمر ونحن نعلم أن فعل الأمر المعتل الآخر يجزم بحف حرف العلة ولذلك سنقول الفعل هنا فعل أمر مبني على حف حرف العلة وهو الألف بعد القاف في تلقى والهاء هنا مفعول به أو نقول ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به بوجه مشرق جر مجرور ونعت كلمة مشرق نعت لكلمة وجه وبشر بشر معطوفة على وجه ولسان طلق كذلك معطوفة على ما قبلها وكلمة طلق نعت لكلمة لسان إلا أن يكون ممن قطيعته غنيمة إلا أن يكون طبعا يكون فعل مضارع منصوب بأن وعالمة النصب الفتحة ممن قطيعته غنيمة يكون تتطلب اسما وخبرا فأين الاسم وأين الخبر الاسم هو ضمير مستاتر تقديره هو إلا أن يكون هو وأين الخبر الخبر هنا هو شبه جملة من 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 حرف جر ومن اسم موصول من من قطيعته غنيمة واسم الموصول جاء بعده جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر قطيعته غنيمة بالنسبة للمشتقات في هذه العبارة سنجد كلمة معتذر اسم فاعل على وزن مفتعل وسنجد كلمة طلق صفة مشبهة على وزن فعل ولا ننسى أيضا كلمة مشرق فهي أيضا اسم فاعل من الفعل أشرق ننتقل إلى الفقرة التي تليها إذا غرست من المعروف غرسا وأنفقت عليه نفقة فلا تظنن بالنفقة في تربية ما غرست واستنمائه فتذهب النفقة الأولى ضياعا إذا تحدثنا عن إذا أكثر من مرة غرست التاء هنا ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل هذه التاء نسميها تاء الفاعل إذا غرست من المعروف غرسا غرسا هنا مفعول به وليست مفعولا مطلقا بل هي مفعول به لأن غرسا لا تشير إلى عملية الغرس نفسها بل تشير إلى الشيء الذي ستغرسه أنت ليكن مثلا شجرة أنت تغرسها في الأرض فعندنا هنا أمران عملية الغرس نفسها والشيء المغروس نفسه وهو الشجرة عملية الغرس تسمى غرسا والشجرة المغروسة أيضا تسمى غرسا إذا غرست من المعروف غرسا المقصود هنا الشيء الذي ستغرسه في الأرض مثلا وليكن شجرة أو نبتة ما من النباتات ولذلك إذا كان المقصود هنا هو الشجرة المغروسة فلابد أن يكون الإعراب مفعولا به أما إذا قصد في مثال آخر عملية الغرس نفسها فمعنى ذلك أن كلمة غرس ستكون مفعولا مطلقا بعد ذلك وأنفقت عليه نفقة ستعرب مثل غرست غرسا تماما فلا تضنن بالنفقة الفاء هنا هي فاء الجواب أو الجزاء ولا ناهية تضنن هنا الفعل مضارع لكنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة طيب لا التي قبل الفعل المضارع هي لا الناهية تجزم الفعل المضارع فهل الفعل هنا مبني على الفتح أم أنه مجزوم لا الفعل هنا مبني على الفتح لكننا سنقول في إعرابيه الآتي فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا الناهية نحن لا نستطيع أن نقول الفعل مجزوم لأن المبنيات لا ترفع ولا تنصب ولا تجزم ولذلك سنقول إن هذا المكان هو مكان جزم لأن الفعل أتى بعد لا أن نهية ولذلك نقول في محل جزم فلا تظنن بالنفقة في تربية ما غرست نتوقف هنا عند كلمة تربية وهي من الفعل رب يربي تربية على وزن فعلى يفعل تفعيلة لكن ما الموصول بعدها أو المصدرية كيف سنعربها هي مضاف إليه في تربية ما غرست يعني في تربية غرسك إذا اعتبرنا ما مصدرية أو في تربية الذي غرسته إذا اعتبرناها موصولة واستنمائه معطف على تربية فتذهب هنا الفعل المضارع منصوب فلماذا هو منصوب لأن الفاء هنا فاء السببية يأتي قبلها سبب وبعدها نتيجة هذا من نحية المعنى لكن من نحية الأعرابية لابد أن تسبق فاء السببية أداة للطلب أو النفي وهنا عندنا أداة نهي فلا تظنن ولذلك هذا الفعل منصوب بفاء السببية فتذهب النفقة والنفقة والنفقة فاعل لأنها هي التي ستذهب والأولى نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة للتعذر لأن الألف لا يمكن أن نضع عليها حركة ضياعا ضياعا هنا يمكن أن نعربها حالا وهي هنا مصدر لكن يمكن أيضا أن نؤولها بمشتق كما يفعل النحاه فتذهب النفقة الأولى ضائعة فنكون قد أولنا المصدر ضياع بمشتق أو صفة وهي ضائعة بالنسبة للجانب الصرفي في هذه الفقرة سنتناول منه كلمة المعروف هل هي اسم أم اسم مفعول هذه الكلمة تدل على الشيء الذي تفعله لغيرك من باب الحسن ولذلك هي أدل على الإسم منها على اسم المفعول اسم المفعول صفة لكن هنا لا تدل على الوصف بل تدل على الاسم أي الشيء المعروف الذي تفعله لشخص ما ولذلك لا يصح إذا طلب منا أن نستخرج اسم مفعول أن نقول كلمة معروف هنا هي اسم مفعول لأن المقصود هنا ليس الوصف بل المقصود الإسم كلمة غرس أيضا ليس المقصود منها المصدر بل المقصود منها الإسم وليست كلمة المعروف وصفا ولا كلمة غرس مصدرا وأنفقت عليه نفقة كلمة نفقة هنا أيضا اسم أما كلمة تربية فهي فعلا المصدر في تربية تشير إلى عملية التربية نفسها واستنمائه من الفعل استنمى وهو فعل سداسي استنمى يستنمي استنماء يعني زاد واستكثر وإلى هنا نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر